اشتركوا في القناة جامع البيان عن تأويل آي القرآن وتهذيب الآثار كان عالما بالقراءات فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن والآثار قال مرة لأصحابه هل تنشطون لتأريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا كم قدره؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه فقال إنا لله ماتت الهمم فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة ولما أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحوا من ذلك ثم أملاه على نحو من قدر التأريخ توفي رحمه الله سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة